مرحبا مواليد برش الشدي اليوم بدي احكي عن الاسبوع اللي بيبدأ من التنين 18 ايار مايو وبينتهي الاحد 24 ايار مايو شوفي عنا بهذا الاسبوع مواليد برش الشدي لازم تعرفوا انه بهذا الاسبوع راح تطلع الشمس من برش الثور يلي هو موقع كان داعمكن ومريحكن وماشي معكن وعم بيسيركن كان فبتكن تحضروا حالكن انه بنهاية هذا الاسبوع هنالك موجة مختلفة من التأثيرات الفلكية يلي بتطلب منكن انه نوعا ما تكونوا وعيين اكتر منتبهين اكتر ومركزين اكتر راح تدخلوا تطلعوا من مرحلة هدوء نسبي او ارتياح نسبي او طمأنينة نسبية الى مرحلة شغل وركض وبدكن تعملوا حساب انه هاي القصة راح تكمل تقريبا شي شهرين تقريبا فبكن تعملوا حساباتكم الحلو بالابراج الاسبوعية هي مثل الاحوال الفلكية يعني انا بعطيكم نوعية الوقت لحتى تبرمجوا حالكن يعني ما في تفسير للابراج بالابراج الاسبوعية هي فقط لحتى تبرمجوا حالكن تعرفوا ايها الايام الاكثر حظا ايها من الاقل حظا وشو الاسباب وتوقيتها التفاصيل بتلاقوها بالابراج الشهرية يلي بحكي عن كال الشهر كفوة وايضا من الابراج اليومية اذا بس لا يليكم اي امتن تطلع على الشمس لانه ما قالتول الشمس بتنتقل من برش الثور الصديق لا يليكم لا برش الجوزاء يوم الثالتة ساعة اثنين ه funny توقيت العالمي توقيت العالمي الضهر في فرق 3 ساعات بيلتق الأمر والشمس بيبرش الجوزاء يوم الجمعة الساعة 2 إلى 3 بعد الظهر التوقيت العالمي لا عفوا بيلتق الأمر والشمس سوا وبيخلق الأمر الجديد يوم الجمعة الساعة 9 إلى 3 المساء توقيت بيروت الصيفي فالكل العق هلأ رح أرجع أذكر كلها الشي كيف بد يكون الأسبوع التانين والتالتة الأمر بيبرش الحمل بالنسبة لأيكم هو الموقع الذي يشير إلى اهتماماتكم الخاصة نفسيتكم شغلكم بالبيت مع الولاد مع العائلة الاهتمام بالأهل الاهتمام بالمنزل بحد ذاته صحتكم كيف حاسين تعبانين مرتاحين بدكن ما تعملوا شي يمكن في شوية مزاجية بالأجواء لكن منوجة وسلبي لأنه الشمس بعدها موجودة ببرش الثورة هلأ المساء الثالثة بتنتقل لبرش الجوزاء وبتدخلوا بمرحلات الشغل والركض لحسن الحظ الأربعة والخميس والجمعة لحسن حظكم الأربعة والخميس والجمعة حتى تنين إلا تلت المساء توقيت العالمي بعضو الظهور عفوا توقيت العالمي الأمر ببرش الثورة رجع دعمكن طلعت الشمس من البرش الثور دخل الأمر ببرش الثورة محظوظين مشان هيك قلت لحسن حظكم عنكن دعم مدعومين حظ حلو موفقين الأربعة والخميس والجمعة كل شي والأمر ببرش الثور فيكن تعتبروا حالكن أنتو محظوظين يلي عم يتابعني من القارة الأمريكي بدي عمل حساباتو أنه تقريبا من الصباح الأمر منه موجود ببرش الثور فصرتو تقريبا لحالكن أوكي الجمعة رح أعتيكن تاريخين وقتين الجمعة 22 أيار مايو الأمر بنتقل من ببرش الثور ساعة 2 إلى 3 بعد ظهر توقيت العالمي 5 إلى 3 المساء توقيت بيروت والأمر والشمس بيلتقوا سواء الساعة 9 إلى 3 المساء توقيت بيروت الصيفي السبت والأحد يومين الأمر موجود ببرش الجوساء الأمر والشمس 2 موجودين ببرش الجوساء في عنا بداية ما معناتها الأمور هلأدي صعبة ومستحيلة لكن في عنا بداية لمسألة صحية أو مهنية موليد ببرش الجدي حضروا حالكن إلى بعض التطورات هالساعدين يأما في عنكن نظام صحي جديد يأما في عنكن مسألة مهنية سوف تتطور مرة بالسنة بيكون في عنا أمر جديد في هذه المنطقة الأضواء عم تتسلط على هيدا النقطة عملوا حساباتكن أنه ابتداء من عطلة هالأسبوع ولفترة تقريبا أسبوعين أو شهر هذول النقطتين سوف يتطوروا فبكون اتابعون إذن أسبوع كله على بعضه بعتبروا أسبوع حلو لكن مرحلة اللهو خلينا نقول والمرح تقريبا انتهت حضروا حالكن للشغل الأكثر حظا 30 31 ديسمبر 17-18 كانون التاني يناير الأكثر تعبا هو بلوتو السبب 15-16 كانون التاني يناير نتمنى لكم أسبوع كتير حلو على أمل اللقاء بالأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل ودعكم باي باي موسيقى